مع تزايد التوجه نحو التحضر في تركيا منذ خمسينيات القرن الماضي بالتوازي مع النمو السكاني في المدن زادت مسؤوليات البلدية والوحدات الإدارية الأساسية وبالتالي زاد إنفاقها لتجاري كم الخدمات المقدمة وترفع من جودتها فما هي المصادر التي ترفض خزائن البلدية التركية بالأموال وإن تنفقها؟ يعود تاريخ قانون إيرادة البلدية التركية إلى عام الف وتسعمائة وواحد وثمانين وجرى تعديله في عام الفين وخمسة لينظم عمل بلدية يبلغ عددها الإجمالي نحو الف واربعمائة بلدية ثلاثون منها بلدية كبرى وبحسب المدة التاسعة والخمسين من قانون البلدية فإن المصادر الرئيسية لرفض خزينتها هي الضرائب والرسوم وحصص الموازنة العامة والمبادرات والمشاركة والفوائد إضافة إلى الإرادات العقارية والجزائية والتبرعات الخاصة والمساعدات الحكومية مقترح قانون موازنة الحكومة المركزية لعام الفين واربعة وعشرين خصصا لدعم الإدارات المحلية نحو تسعمائة مليار ليرة تركية أي ما يعادل قرابة ثمانية وعشرين مليار دولار البلدية الكبرى الثلاث أعلنت الميزانية التي حددتها للعام الحالي وكانت إسطنبول صاحبة الميزانية الأكبر إذ بلغت نحو مائتين وثلاثة عشر مليار ليرة تركية ما يعادل نحو ستة مليارات دولار أمريكي أما العاصمة أنقرة فأقرت بلديتها ميزانية بلغت ستة وخمسين مليار ليرة ما يعادل نحو مليار وسبعمائة مليون دولار أمريكي في حين وافقت بلدية إزمير على ميزانية بلغت نحو اثنين وعشرين مليار ليرة تركية ما يعادل نحو سبعمائة مليون دولار أمريكي ميزانية تعد وفقا لخطط استراتيجية وبرامج أداء وتقديرات إيرادات ونفقات تضع البلدية التركية معظمها في خدمة المواطنين وتطوير البنية التحتية وإنشاء المباني والطرقات وأماكن الترفيح والأنشطة والمشاريع الجديدة وتقديم المساعدات الاجتماعية عبدالله الخطيب تيريتي عربي اشتركوا في القناة